رب اشرح لي صدري ويسل لأمري وأحلل أقدة من لساني يبقه قولي صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين طلبة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا في هذه المحاضرة الثالثة لمادة التربية الإعلامية الرقمية للمرحلة الأولى لقسم الإعلام في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية سنتناول في هذه المحاضرة مفهوم التأطير وعمليات التأطير ونسأل الله أن يوفقنا لكل ما هو خير ونتوخى في هذه المحاضرة أن نعرفكم أيها الطلبة بمفهوم التأطير بشكل عام ومفهوم التأطير الإعلامي بشكل خاص ومن ثم نزودكم بالمعلومات عن كيف يتم التأطير بالأمثلة الواقعية وإن شاء الله تساعدكم هذه المحاضرة في التعرف على التأطير وعمليات التأطير ونبين لكم بالأمثلة كيف تتم عمليات التأطير في وسائل الإعلام ونبدأ على بركة الله هذه المحاضرة ينظر يا شباب إلى مفهوم التأطير على أنه وضع مجموعة من القوالب والحدود بصورة معنوية كما يوضع الإطار على الصورة ولكن هذا الإطار المعنوي الذي يضعه الناس حول أشياء كثيرة في حياتهم اليومية سواء على الأشخاص أو الأشياء أو الأمكنة يعني مختلف الأشياء اللي يضعوها هي شنو لها تأثيرات مادية ومعنوية كثيرة ومنها ما يكون قاسيا ومؤلما فعندما يؤثر أحدنا شخصيات بعينها ويضع حولها أطر محكمة وأغلب هذه الأطر هي سلبية فإنه بذلك يلغي كل ما هو جميل أنجزته هذه الشخصيات وعندما يضع أطر معينة على قيم محددة من قيم المجتمع فإنه بذلك يخص هذه القيم بالكثير من التحييد عن المساهمة في البناء الاجتماعي حيث يفقدها قيمها السامية وبالتالي فمنهج التأثيرات يا شباب له سلبيات كثيرة على حركة الحياة وفي المجتمع فلا تكون الرؤى واضحة ومستنيرة بكل ما هو ممكن بل تتشكل حواجز ومسارات محددة في كثير من ما يفترض أنه متاح فمثلا الشخص الذي لا يتفق معك بالرأي لا يمكن أن يؤثر على أنه عدوك وكذلك لا يمكن تأطير المدرسة بالقساوة لأنه فيها تدريس شديد والمؤسسة الصحية كذلك لا يمكن تأطيرها بأنها سيئة لأنه وقع فيها خطأ طبي ووضع مثل هذه التأطيرات بعملية ذهنية في استنتاج فردي إنعكاسه خبرات وتجارب فردية لحياة الشخص داخل المجتمع وهناك التشاع في الأفق وهناك مشاحة مشرعة تستوعب كل التقاطعات والاختلافات والتنوعات والتبايونات ولكن كل ذلك مرفون بقدرة شنو الفرد على شنو التخلص من التجادبات الذاتية التخلص من كل التجادبات الذاتية تمام؟ وأيضا يا شباب موضوع التأطير يشمل الهويات والأيدالوجيات والمذاهب الدينية والمذاهب السياسية والاجتماعية وغيرها وكلمة التأطير شباب مأخوذة من اللغة الإنجليزية وهي كلمة تستخدم أيضا في اللغة الإنجليزية توصب حالة جنائية مثل تزييف الحقيقة كاتهام بريب جريمة ومسوية وكذلك بتلفيق تهمة إليه من خلال ده السلاح أو قطعة من الممنوعات بمنزله أو مكتبه أو سيارته أما في الإعلام فتستخدم كلمة تأطير للرفع من شأن شخصية ما أو التقليل من شأنها بشكل مبالغ فيه وترسيخ ذلك في دهن المتلقي وتدرس نظرية التأطير الإعلامي يا شباب ظروف وأدوات تأثير الرسائل الإعلامية فيما بالمتلقي فأحداث ومضامين الرسائل الإعلامية لا يكون لها مغزة في حد ذاتها إلا إذا وضعت في تنظيم وسياق وأطر إعلامية تنظم الألفاظ والنصوص والمعاني وتستخدم الخبرات والقيم الاجتماعية السائدة على سبيل المثال فعندما يقع حدث معين فالحدث قد لا تكون له دلالة كبرى عند الناس لكن لا يمكن أن يكون لها دلالة كبرى إلا إذا وضعته وسائل الإعلام في إطار إعلامي محدد من حيث اللغة والصياغة والتركيز على عنصر معين حتى ما يصبح هو العنصر الهام في قلب الإطار الاجتماعي كله والشيء بالشيء يذكر هناك مقول للفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو حيث قال أن الحرية ليست أن تختار بين الأبيض والأسود بل أن تبتعد عن الخيارات المحددة مسبقا ما يشير إليه أدورنو هو نظرية التأطير التي بدت في التطوف في سبعينيات القرن الماضي على يد عالم الاجتماع إيرفين جوفيمان والتي لاحقا تم استعمالها في مجالات عدة مثل علم الاجتماع والنفس وغيرها من العلوم ويعرف التأطير يا شباب بأنه الطريقة التي تقدم بها فكرة ما إلى جمهور ما وهذه الطريقة هي الإطار وبمساعدة هذه الطريقة يتم التأثير الغير المرئي وغير المحسوس على المتلقى ويرى أنتمان المنظر الأبرز لهذه النظرية أن تأثير الأطر الإعلامية على الرسائل لا يتم عبر تشكيل الإطار بشكل متعمد فقط بل يتحقق بالحذف والتجاهل والإغفال المقصود وربما غير المقصود أن ننقام بالاتصال أي يا شباب أن عملية التأطير تؤثر بما بالمرسل والرسالة والمتلقي والإطار الثقافي الاجتماعي إذن أن مهمة التأطير الإعلامي يا شباب هي تأكيد معنى معين أو نفي هذا المعنى مستغلة طريقة التقديم التي تتسق مع عقلية وثقافة المتلقي والانتباعات الأولية التي يدركها وتؤثر على حكمه على الوقائع والأحداث والأشخاص وذلك من خلال وصف الحدث أو القضية أو الشخص بشكل يتوافق مع أهداف وتوجهات المؤسسة الإعلامية المرسلة للمادة الإعلامية ويتم ذلك عن طريق بانتقاء وإبراج عناصر المطلوب إظهارها في المادة الإعلامية ووضعها داخل إطار وترك بقية العناصر المطلوب تجاهلها أو إغفالها خارج الإطار والتأطير الإعلامي يعتمد على عناصر المادة الإعلامية في الشكل والمضمون قد يكون التأطير في اختيار جزء من الناس وجعله محور الموضوع أو التركيز على حقيقة واحدة وإهمال الأخر وإستخدام رموز أو صور معينة أو التلاعب بهذه الرموز والصور وغيرها من العناصر وهذه أيضا نطلق عليها كلها أنه عمليات تأطير وأيضا قد تنفذ عمليات التأطير تكون بالمشاحة المحددة للمادة الإعلامية يعني شنو؟ مثلا أنا أنطي خبر معين مشاحة أكبر من الأخبار الأخرى بالرغم من أن الخبر اللي أنا انطيتها هذه المساحة قد لا يكون بالأهمية اللي تستحق هذه المساحة أو أعطي لهذا الخبر أو المادة الإعلامية الأولوية في البث أو النشر يعني أخليه في بداية النشرة أو أول فقرة في البرنامج أو استخدم معه وسائل إضاحة متعددة ومتنوعة بهدف شنو؟ جذب المتلق للموضوع وخليه يفكر بمثل ما أريد آني وليس هو تمام؟ هذا كله يسمى تأطير والتأطير الإعلام يا شباب يمكن أن يكون أحد أدوات المؤسسات الإعلامية لتنفيذ سياسة إعلامية أو قد يكون حكومة معينة تفرض على وسائل الإعلام شنوة؟ تفرض عليهم أنه يكون للتأطير أنه تتخذ اتجاه هذه القضية تأطير معين تمام؟ أو قد يكون مدفوع الأجور من قبل أشخاص أو جهات اعتبارية إلها غاياتها بالتأطير لذا نجد أن التأطير الإعلامي نجأ عن الأخبار مصداقيتها وأصبح لدى جميع الشعور بأنها مصنوعة أو موجهة ولم تعد المجتمعات على دين إذا عاتها كما كان يقول خبراء الاتصال فالأخبار لم تعد معنى مجرد وليس لها انحيات والحقيقة أن الخبر أصبح سلعة تباع وتشترى وأصبحت الوسيلة الإعلامية هي التي تقرر ما هو الخبر وما هو ليس بخبر لعل أفضل مثال للتأطير الإعلامي مثلا لو أمكنكم أن تتبعون خبر معين وحاولوا قراءته في أكثر من موقع أو منصة راح تشوفون هناك التغير في زوايا المعالجة والمصطلحات المستخدمة في التحرير الإخباري مثلا نجد في موقع وكال إخبارية مستخدم مصطلح مقاطعة وفي موقع آخر أو منصة أخرى يستخدم لنفس الخبر مصطلح حصار أو يستخدم في خبر معين مصطلح شهيد وفي موقع آخر أو وكال إخبارية يستخدم مصطلح قتيل وهكذا فكل وسيلة إعلامية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو رقمية تستخدم وتؤثر المادة الإعلامية والمصطلحات المستخدمة والصور المرافقة للمادة الإعلامية وبقى شنو لتوجهات الوسيلة لتوجهات القائمين عليها تمام؟ مثلا هل تساءلتم يوما عن السبب اللي يجعل وسائل الإعلام الغربي يتستخدم مصطلح إرهابي إذا كان شنو إذا كان المنفذ مسلم بنفس الوسائل شي يقولون إذا كان المنفذ أجنبي وغير مسلم شي يقولون عليه أنه مختل ومتطرف هذا التأطير بحد ذاته هذا بالتأكيد يا شباب ما يسمى بالتأطير تمام؟ حيث تسعى وسائل الإعلام إلى تشكيل تصور تجاه الموضوع أو قضية معينة من خلال شنو إطار تحدده تحدده فتظهر لك جانب أو جوانب وتقبل من جانب وجوانب أخرى بما يخدم شنو؟ أجندتها الإعلامية وحتى تحصل شنو؟ حتى أنه تتبع العامة أو الجمهور يتبنون موقف أو اتجاه معين يخدم تلك الأجندة وهذا ما يختصر فقط على المصطلحات بل حتى على جوانب الخبر أو الحدث فالصحبة الغربية مثلا تركز على أطلاق بعض المدن الفلسطينية صواريخ باتجاه المستوطنات الإشرائيلية وبنفس الوقت هي تغفل بأن إشرائيل هي من سبق وقامت بإطلاق تلك الصواريخ مما معناه أنه أطلاق الصواريخ الفلسطينية كانت كردة فعل أنها أطرت شنو؟ فقط ركزت على شنو؟ بأنه الفلسطينيين قاموا بإطلاق الصواريخ باتجاه شنو؟ المستوطنات يعني يعتبروا أنه الفلسطين هم من بدأ بالإطلاق ما معناه أنهم مجاميع هنا يريدون أطرون بأنه الفلسطينيين لا يحبون السلام ولا يريدون السلام وهم يقومون بعمليات القصف وغيرها تمام؟ وهذا بكل تأكيد يا شباب فإنه الغاية منه هو تشكيل وعد جمهور بما يسهم في التأثير على موقفهم أمنيا من الفلسطيني على سبيل المثال أيضا تأطير قضية المهاجرين سلبا أو إيجابا في إسبان في الجانب السلبي مثلا أنا سأخلي قضية المهاجرين مرة تكون سلبية ومرة إيجابية شا قول؟ أقول أنه مثلا هسان مناهض للهجرة هاي هنا هسان سلبي رح أقول أنه خطورة الهجرة وكونها ستربع من معدل الجريمة لأن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى خلفيات مختلفة تتصف بالإجرام أو ستزيد من الهجرة من الأعباء الاقتصادية على ميزانية الدولة وهذا رح يساهم في تقليل رواتب الموظفي من المواطنين الأسطين ما شنو؟ أضطرت قضية المهاجرين بالجانب السلبي حتى شنو أشكد رأي العام مناهض لقضية الهجرة أو العكس أريد أنه أنا أضطر الهجرة أو قضية الهجرة بالجانب الإيجابي شا قول؟ أقول أنه الهجرة رح تسهم في زيادة الإنتاج لكون أن المهاجرين يملكون مؤهلات مهنية رح تعزز من الإنتاج القوم للبلد كما أنها رح تساعد في فتح باب الإسبان للتنوع الاجتماعي والثقافي ونشر الثقافة الإسبانية لدى هؤلاء المهاجرين وهكذا سهنا سنو سوت أن أضطرت قضية شنو المهاجرين بالجانب الإيجابي فالإعلام يا شباب دائما ما يضع الحدث في إطار يدعم به القضية اللي يريدها مثلا عنوان خبر معلم يقتل زوجته العشرينية بالصويرة بعد شهر من زواجه مدرس علم نفس مشهور بالقاهرة يقتل زوجته مدرسة بمدرسة السلام تفاصيل قتل معلم الأجيال لزوجته السابق على مائدة الإفطار بالعنوانات السابقة اللي هاي سأنا حشيتين وضعوا هذه الوكالات كلمة معلم ومدرس علم مشهور ومعلم الأجيال خلوها كلها بين أقواس حتى شنو بالمناسبة احنا قلنا التأطير بإبراز سواء الإبراز من ناحية التيبوغرافية تمام مثلا بالناس أخلي مثلا أظل اللابلون أحمر أو أظل اللابلون أسود يعني يختلف عن بقية الناس أو مرات بالتكبير مرات أريد الزغرة هذا كله يعتبر أيضا تأطير من ناحية الكتابة تمام فوضع الأقواس أيضا يعتبر تأطير فهم شنو جعلوك في إطار معلم يقتل وربما ليس للتعليم علاقة بهذا الخبار لأن كل إنسان إلى إطاره المعرفة اللي يرجع له ويتخذ عليه قراراته اللي تصنع مواقفه وسلوكه وعلاقته وطريقة تفكيره لكن العنوانات السابقة أرادوا بها أن يؤطرون مهنة التعليم وربط القتل بعناصر هذه المهنة مثال آخر فتاتان سعوديتان فعلتان ما يعجز عنه أعتر رجال على الطرقات تلاحظون من هذا العنوان أنه سأطر هنا أراد القائم بالاتصال أن يبرض نظرية الصراع الاجتماعي بين الذكر والأنثى عبر شنو عبر تفضيل المرأة في هذا العنوان مثال آخر أيضا وحشية أب مصري عذب رضيعته وكسر أطرافها لربضه إنجاب الإناث هس هذا هم من تأطير به شلون هنا يوضح صراع بين الرجل والمرأة وربط الوحشية بمن بالمصريين قال وحشية أب وأيضا شنو وضحك الصراع أنه تفضيل الرجال الذكور على الإناث تمام وعندنا أيضا كثير من الأمثل الأخرى مثلا من الأمثلة مثلا اللي أكتفي بها بهذا القدر اللي تفضلنا به وبعدين عدنا أمثلة أخرى رح نتطرق لها أيضا مع عملية التأطير تمام عملية التأطير يا شباب تلعب على عاملين أساسيين أولا الاختيار وشنو اختيار شيئا محددا من الناس من بين عبارات وخيارات متعددة وجعله محور التواصل بطريقة تعزز فيهم موضوع معين تمام يعني أنا أختار شيء محدد من الناس وخلي أنه هذا النس هو المحور الأشاسي اللي لابد أنه تلتفت إلى المشاهدين المشاهدين أو المتلقي أقدرني يلتفت إلى المشاهد المتلقي بالتالي حتى شنو يحقق ما أريده أنا اللي أريده يلتفت إلى الجمهور هو شنو أخذت هذا الجزء من الناس تمام والعامل الآخر يا شباب هو البروز يعني إظهار بعض جوانب الموضوع عمدا بقصد التركيز على موضوع معين أو على عنصر معين وإقباء جوانب الموضوع الأخرى فقد تكون ذات أهمية ما معناها أنه أمور أن أقفلها لكنها أهمية أكثر من غيرها تمام بشان عندي هدف معين أريد أبرج هذا للناس حتى ألبت انتباه الجمهور على هذا الناس ما ليس يتبتون إلى الجوانب الأخرى تمام ما معناه أنه بهذا المفهوم هو نوع من التأطير تمام ونوع من الأيدولوجية وتستخدم عادة في النصوص السياسية والأخبارية حيث يتم تشكيل الإطار شنو من خلال من خلال المعلومة وإدخال المعلومة في سياق محدد أو وضع حدث معين في سياق محدد وضيق وتصميمه ليخدم شنو أيدولوجية محددة أو تحسين الفهم مثل ما بيناه بالأمثلة السابق الآن أعطيكم مثال آخر من حياتنا اليومية عن نظرية التأطير لما زورون بيت أصدقاكم أو أقاربكم ويسئلونكم شنو الشربون شايل وقهوة تمام فهنا أنت يستحين أنه يخطر ببالك أنه تطلب عصير وهذا شيء يسمونه يسمى أسلوب التأطير فهذا الشخص خلى عقولك وعقولنا وعقلك ينحصر في اختيارات محددة فرضت عليك لا إرادية ومنعت عقلك شنو من التبكية في الخيارات الأخرى المتاحة تمام يعني هو حصارك بين الشاي وبين القهو ربما تريد عصير لكن خلال هذا بعد ما يسح لك مجال أنه تفكر بمن بالخيارات المتاحة أحيانا أنه أحيانا نحن نمارس هذا النوع من التأطير لكن دون إدراك ما عندنا قصد به لكن أكو بعضنا يمارس بهندسة وذكاء تمام ويجعلك تختار ما يريد هو دون أن تشعر أن تمام مثال آخر عندما تقول الأم الطفل هاي شنو رأيك تريد تنام بالساعة الثامنة لو التاشعة تمام فيختار الطفل بكل تأكيد التاشعة وهو هذا اللي اختار هو ما تريد الأم مسبقا ودون أن يشعر الطفل أنه مجبر على فعل ذلك ويشعر بأنه شنو هو من قام بالاختيار يعني وهمنا الطفل بأنه له حرية الاختيار لكن بالحقيقة هي الأم اللي اختارته مسبقا وصلنا وصلنا إلى الفقر الأخير من محاضرة هذا اليوم وهي النموذج المثالي في وسائل الإعلام تخلق يا شباب وسائل الإعلام عن طريق تبني أطر معينة للنموذج المثالي للحياة بمعنى أنه آخر ما يجب أن يحتدى ويقتدى به ويسعى الآخرون للوصول إلى مستوى ووسائل الإعلام هنا تخلق لنا واقع بديل غالبا ما يكون خياليا للفرد والمجتمع والواقع أن هذا النوع من التأطير يوجد بكثرة في الإنتاج لإعلام الترفيه فعلى سبيل المثال تخلق المسلسلات التلفزيونية شخصية مثالية لكنها في حقيقة الأمر خيالي وترسم هذه الشخصية ما يجب أن تكون علي مثلا الأسرة السعيدة في المنزل فترى رب المنزل في البيت الواقع وهي تتطلع هذه الشخصية التلفزيونية تمام على الاحتداء بتلك المرأة العصرية والأنيقة في المسلسل والمتحررة من كل القيود لكن ما تدري ربة المنزل أن المرأة التي في المسلسل هي ليس سوى ممثلة تتقاضى راتب حتى تكافح بها الحياة من أجل لقمة العيش فجمهور الإعلامي لا يرى من حقيقة الأمور إلا ما تريده الشركات التلفزيونية الإعلامية والدعائية التي تريدها أن تريهم فقط وهو النموذج المثالي وقبل الختام يا شباب أن تضعوا في أذهانكم أن التأثير يعني وضع الأحداث والأخبار والمضامين الإعلامية فيه نشق معين ينتظم فيه اللب والمعنى والصورة وقد يحذف أو يتجاهل أو تبرز بعض المفردات بهدف تشكيل مفهوم محدد من قبل المتابع وبما يتوافق ورؤية الوسيلة أو القائمين عليها إلى هنا يا شباب نختم محاضرة هذا اليوم ونلتقيكم في محاضرة أخرى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر